على منتخب مصر منتخب مصر حقيقة يوم الثلاث كان خلاص الاجتماع او الانضمام اللعيبة وكان فيه حالة كبيرة جدا شفنا على السوشيال ميديا الحقيقة التفاول شديد جدا وروح جميلة بدأت معذكر المنتخب الحقيقة بقيادة الكابتن حسام حسن اللي الحقيقة بنتمنى له كل التوفيق يعني حضراتكم عارفين الاستعداد لمباراة بوركينة فاسو وان شاء الله المباراة هتكون يوم عشرة ستة وعشرة يونيا ان شاء الله باذن الله على الترتيب الاولى امام بوركينة فاسو ثم المباراة خارجية امام غينيا بيساو دي التصفيات ان شاء الله باذن الله المؤهلة لكاس العالم عشرين ستة وعشرين الفترات الفاتة زي ما حضراتكم عارفين خلاص بدأ اللعيبة بتتجمع لعيبة كانت موجودة يوم الثلاث اربعة وعشرين لعيب وكان حينضم ان شاء الله كمان ليهم محمد شريف مهاجم الفريق او مهاجم فريق الخليج السعودي وان شاء الله المفروض محمد صلاح نجم منتخبنا حينضم يوم السبت يعني ان شاء الله بكرة حينضم لي معسكر منتخبنا ان شاء الله عشان تكتمل القائمة وكان امبرأ الحقيقة منتخبنا خاط بعد التدريبات زي ما اقول لحضراتكم اربعة وعشرين لعيب في المنتخب دلوقتي احمد فتوح يمكن زي ما حضراتكم طبيعته في السوشيال ميديا كان عنده شد شوية في العضلة الضمة في اخر مباراة نادي الزمالك يمكن كان عنده برنامج تأهيلي من خلال الجهاز الفني والطبي لمنتخبنا والمنتخب الحقيقة كمان في المران حضر المران المنتخب لدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضة والسيد جمال علام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكورة وعمر حسين والواق حلمي مشهور والدكتور اهاب الكومي اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الحقيقة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاذ القاهرة وكان الحقيقة اهتمام كبير جدا وزي ما بقول لحضراتكم كان فيه روح جميلة وروح تفاقل حلو قوي وبيعجبني كمان الصور اللعيبة اللي بتقابل مع بعض وصورهم مع الكابتن حسين في اول مقابلة اثناء انضمامهم وطبعا الصورة القدام حضراتكم الاشراف العام على اتحاد الكورة المتواجد في تدريبات المنتخب ترجمة نانسي قنقر